اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنقل اعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان واجهت السلطات يوم الخميس مواكب 30 يونيو في الخرطوم والولايات المطالبة باسقاط الانقلاب واقامة السلطة المدنية بعنف مفرد انتهت كل الحقوق ابتداء من حق الانسان في الحياة وحق الانسان في السلامة وحق الانسان في الحرية وحق الانسان في التعبير والتجمع ونتيجة لذلك سقط حوالي اتزاع من الشهداء وعدت حتى الان لم يتم احصائه من الجرحة وكذلك من المعتقلين في حلقتنا الليلة حنطوف في ولاية الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور وولاية شمال كردوفان ونلتقي بمحامين من اجل تسليط الضوء للحقوق التي تم انتهاكها في مليونيات 30 يونيو بهذه الولايات ونشير لانه بمثل ما واجهت السلطات بعض المواكب في بعض الولايات بالعنف المفرد هناك مواكب مرت بدون ان تتعرض لها الاجهزة الامنية في ولايات اخرى ونبدأ بولاية الخرطوم ونلتقي بالاستاذة المحامية نفيسة حجر عضو محامي الطوارئ نائب رئيس هيئة محامي دارفور لتحدثنا عن الانتهاكات التي وقعت في الخرطوم يوم آنف كان يوم عصيب جدا وانتهكت فيه كل حقوق صداء من الحق في الحياة الآن عدد الشهداء هو في العشرة داع بخلاف الناس الحالة محرجة الآن في المسلميات عدد الجرحة تجاوز الخمسونية داع متعلق بالحق في السلامة اضافة للحق الاساسي بتاع التعبير الناس طلعت في مواكب سلمية متوجهة مالية كل الشوارح بتاع الخرطوم وشوارح الولايات على اساس انها تعبر على الرأي في انها هي رفضة حكم العسكر الصفة الغايمة وعدت والتزمت قالت ان هي حتحمل مواكب دي ولكن الناس يعني كعادتها اخلطت بوعدها وهي اللي انتهكت حق الناس في المواكب دي الغمعي تم بواسطة الغواطة النظامية التابعة للسلطة الغايمة مبارح الجيش كان موجود الشرطة كانت موجودة الطيرة كان موجودة كل الغواطة النظامية المتتبع للسلطة الغايمة كانت موجودة وهي اللي كانت بتغمع انا كان غمعي مفرط لحد يعني صمرة الى صباح اليوم الغمعي الى صباح اليوم ولسه الان الناس في الشوارع ونصر الغمعي مستمر الان انحنا عندنا في السجون ما لا يغلع عن تزعمية محتغلة منهم عدد كبير من الاطفال في حوالي 27 من السائرات لينا الان هم موجودات في سجن التائبات ليه؟ بس انهم هم طلعوا وعبروا عن رأيهم استخدموا غوة مفرطة بدليل انهم استخدموا الرصات في البداية ناصل حقومة قالوا ان احنا هنطلعوا كلا نيابة مع الشرطة بحسب البيانة الوارث منه لحماية المواسط الروسان اذا كانت النيابة موجودة امام عينا النيابة بيتم الغتل وما بكون في تفاول ولما يتم الغب النيابة حاضرة بيحسب البيانة الورد ان هي حتكون حاضرة فاذا هي حاضرة الغتل وفي نفس الوقت لما تنشي لهم في النيابة عشان تقول لهم انه في اطفال معتغلين يقولوا ايه انحنا ما نستطيع نعمل حاجة نحتغلهم في هذا الامر يعني انحنا في وضع غريب جدا الان النيابة غير غادرة وغير راغبة في انها تبارس تمال سلطات الاشرافية الان السلطة الموجودة السلطة الان المفروض تستخدم في المواكد ديو حمايته هي سلطة النيابة السلطة النيابة في انها هي تحمل مواكد سلطة النيابة في انها تمشي وتجور السجون والمحتغلات وتطلع المحتغلين ديال او اذا كانوا مؤتدين جريمة يقدموهم الان انا عندي واحدة عمرة 18 سنة مصابة بسكر وازمة بحرموها من الحس العلاق يعني زوال عيان يقولوا لك مريضوا اهلوا يجيبوا الدواء يقولوا لك يا اخي نحنا ما دارين نستطلعوا لكن شيء للدواء دا وديليه بس لان الزول دا عنده مرض مزمي وهو محتاج للعلاج يعني في اي لحظة يعني ادارة السجن بتاع النساء رفضت قالوا لأسر السلطة نحنا ما منزل نستلم لاني بيجي مقبولة بواسطة الجهاز الامن والمهابرات الوطن في بلاغ بتاع شغب طيب إذا هو أسول البلاغ بتاع شغب بلاغ الشغب دا بنتهي في الجسم لأنه زوال بيطلع بالضمانة العادية وبيقدم إلى المحكمة إذا ثبت أنه مرتكب جريمة صحيح بتاع الشغب عنده عقوبة معينة الزول بياخده باكين تتحولين الفجن بدون ما إنك حتى الحك في اني أنا أهلي قابلوني الحك في انه أنا يكون عندي محامي المسلمين وأنا الحك في محاكمة العادلة ذاته جرادهم منه لأنه الزول من حقه منطع لنا في بلاغات بيجوة خيارة ضمانة فأنا إحنا للأسف الشديد هذا الوضع عندنا متدهر شديد وده لي خلل كبير في الأجهزة العدلية يعني للأسف الشديد الأجهزة بتاع السرطة والنيابة وخد معاهم الغضاء كل الأجهزة بيها الآن أصلحت هي موالية للسرطة الغاونة وأجهزة ما ينزيها وما شفطة وبس ربنا يعني هل يعني نمى لعلمكم أو لاحظته إنه فيه إعاقة لعربات الإزعاف البتسعف المصابين وفيه اختحام لبعض المستشفيات بما ينتهك حق العلاج أنا أقول لك أنا الأميس أنا الهاتف بتكلم معك أنا أميس قطة مضروبة قطة مضروبة في الجليل وأنا تم نجليل مستشفى الفيصل ويس وأنا في مدخل المستشفى وكان يعني برضو غير الضربة إنه أنا نصدت بحالة بتاعة اختناء أنا إحنا لما نصدنا بقى المستشفى قبل ما ندخل المستشفى كانوا مطاردين أنا بتعبشيرات لحد ما دخلنا المستشفى فلما الناس دخلت المستشفى فإذا بالأتات شرسيها غواط الشرطة الشرطة على وجه الخصوص يعني لا أنا شفتوا بعيني أنا الشرطة دخلت المستشفى ودربت البنبان داخل المستشفى الفيصل مستشفى فوقوا ناس عندهم أمراض في الرئة ناس أمراض في الغلب يحاولوا يحتغلوا الناس الداخل المستشفى يعني المستشفى دي الكنية البنبان اللي تفكى داخل المستشفى يعني مريض بالحساسية ممكن كانوا رخصية ما بالك بيزول عندهم مشاكل في الرئة مشاكل في الغلب حتى هم بيتعمدوا ينشرموا الناس من كلهم ينقلوا تلك بل إضافة له عربات الإسعاف كان بثل تفتيشة ويغافوا عرقل الطريقة يعني حتى عربات الإسعاف يضطروا إنهم ما يخسروا يغيروا خطى السعر الممكن يلاقوا فوقوا نقابة على التفتيش مظل في ولاية الخرطوم أيضا مستمعنا الكرام ونستمع لأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي يسلط الضوء حول ما جرى في الخرطوم وخصوصا في أمدرومان حراك 30 يونيو المشهود يعني مارسة السلطة انتهاكات صارخة هذه الانتهاكات تمثلت في يعني قتل المتظاهرين السلمين وهم يمارسون حقهم المشروع يعني الحراك السلمي المعلن عنه حراك يجد سند في القوانين والمواسيق التي تلزم الحكومة السودانية باحترامة وموقع على تلك المواسيق وموجودة الحريات المكفولة بمجب الوسيقى الدستورية التي يدعي النظام أنه متمسك بها وفي القوانين الداخلية فهذه الانتهاكات شملت القتل بالرصاص في مناطق قاتلة وده انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة الشرع يرفضه والقوانين يرفضه والمواسيق يرفضه أيضا مارسة السلطة انتهاك صارخ بتجبيب الأزى هناك أعداد ضخمة من الناس المتظاهرين السلمين تم الاعتداء عليهم بالضرب وسبب لهم أزى مستشفيات مليئة بحالات دي أيضا شمل انتهاك الاعتداء لبعض النساء أنا شخصيا كنت في يعني ده نموذج فقط واحد أنا كنت في عيادة في دار حزب الأمة ساعة ستة ونصف مساء احضرت دكتورة طبيبة هذه الدكتورة يعني مقمى عليها تماما نهبت كل ممتلكاتها تلفون وقروش نحن ما عارفين طبيعة الاعتداء عليها شنو ده نموذج فقط هذه الانتهاكات في الواقع متكررة ومتجددة الحق في التعبير والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في الحراك هو حقوق مكفولة بموجب القوانين وبموجب المواسيق وبموجب الدستور الوسيق الدستورية أيضا في باب الحقوق والفريات وهو باب يعني يجب عدم المساس به إطلاقا لإلزامته الدولية والشرعية هذا الباب وهذه المصوص تكفل الحقوق بتاعت التعبير وحق التجمع السلمي نسمى حق التظاهر وده كل انتهاكتها هذه السلطة بتعمد وبإدعاءات فارغة لا أساس لها بتبريرات واهية بأنه عن التظاهرات لم تكن سلمية في الوقت لأنه يعني العالم كل يشهد في التظاهر سلمي تماما ونحن نشاهده بعين ما في إنسان يعني قرج عن السلمية وعدد القتلى الآن فاق الاتزعة يعني هذا أمر مؤسف وأمر يعني يصادر حقوق عديدة وإدعاءات بأنه النيابة العامة موجودة فهذا الأمر غير صحيح إطلاقا لأنه لا إحد الشرطة لسنة 2006 اللي بتضبط الحراك والتظاهرات والمواكب وفض المواكب أيضا لها ضوابط وفي حضور يجب أن يتم ذلك في حضور وكيل نيابة ويقدر الأمر ثم يأتي الأمر باستخدام القوة المناسبة والتي لا ترقى لدرجة الموت ولا درجة تسبيب الأذى إطلاقا ويتم ذلك أيضا وفقا لهذه اللايحة المعمول بها هذه اللايحة العامة 2006 تحدد وتضبط الأمر المتعلق بفض المواكب إذا كان ظهر فيها ما يحدد الأمن العام والسلام العامة وليست قمع المظاهرات السلمية إطلاقا وإنما هذا الأمر منصوص عليه بهذه الشكل لم يتم الأمر بهذه الصورة وجود رصاص في الصدر وفي الرأس مباشرة ودع انتهاك ومخالفة كما أسلفت حتى لللايحة التي تضبط عمل الشرطة ومن ولاية جنوب دارفور ومن نيالة بالتحديد تحدث إلينا الأستاذ آدم شريف المحامي رئيس حيئة محامي دارفور بالولاية حول مسيرة 30 يونيو بمدينة نيالة يوم الخميس في نيالة قبل بداية الموكب تحديدا في يوم 29 ستة قبل الموكب بيوم تم استداعات لخاذة الأخوة السياسية تحديدا الحزب الشهو السوداني وحزب الأمة والمطمر السوداني وحزب البعث وعروض الاشتراكي وبعض المراشطين في لجانب المقاومة وشخصيا تم استداعي لمقابلة المدخلين النقيب شرطة محمد تايدين جلاب الصباح يوم 30 يونيو يوم الموكب ذاته الساعة 8 صباحا بقش منيان وسط كان السداء بناء على عوامر صدرت من لجة أمن الولاية تحت المادة 44 إجراءات جنائية التحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جريمة ومضمون التحقيق أنه أنا أمتبت تهريض أو تهريض الجواهير على التهريض والشغل في هذا الشأن أنا محامي وليه حصانة كان يمبغى أن يتم أقضى الإذن اللازم من أغابة المحامين إلا أن ذلك لم يتم جاوبت على التماب أنه لم يزوغ لي أن وجهت أو طالبت أو حرطت الجواهير للقيام بتغريب بل أن الجواهير هي تمارز حقها الخانون والدسوري في التظاهر السلمي وهو تعبير عراي وفقا لما هو موصد عليه في المواسيق والخوانين الدولية وخوانين حقوق الإنسان الموكب في نيالة كان موكب عظيم كان موكب مهيب موكب لم تشهد المدينة مثله في السنوات الكبير حقيقة مهابة الموكب وعظمه والحشول الكبير من الجماهير أجبر الخوات النظامية أنها تكون على بعد من هذا الموكب ولم تتمكن من التعرض للموكب إلا أنه في نهاية الموكب في حي الجمهورية في نيالة خامت محوات من الشرطة من مطاربة بعض الشباب وغسرهم بالبنبال لكن لو متصلنا حتى الآن أي إصابات حصلت للمتظاهرين أو قبض أو اعتغال لبعضهم الموكب كان سلمي نقبر عن حتافاته ومطالبه وكانت كل الحتافات تطالب إذقاط الإنقلاب ولا لحكم الأسكر والطالب الحكم المدني أردم وراطف نعود مرة أخرى مستمعنا الكرام إلى ولاية الخرطوم ونستمع إلى الأستاذ المحامية عضو محامي الطوارئ الأستاذ رحاب المبارك في تسليطها الضوء على الانتهاكات التي تمت في ولاية الخرطوم المواكب حقيقة كانت بدأت من الساعة عشر ومص على حسب التوجهات الميدانية للمقاومة في أن الناس تلتقي في التقاطعات حق المواكب أو نقاط الالتقاء والحقيقة المناحظة نحن لاحظنا كل شارع كل راس شارع فوق دورية حق الشرطة فيها من خمسة لستة أشخاص بيمنعوك تتحرك بيمنع العربات تتحرك عشان الناس ما تصل لمناطق الالتقاء وفي تفتيش على المستوى الشخصي وفي قب يعني لقوك شايل لك عالم ذاته ممكن تتسجب بالرغبة من كده اتحركت المواكب واستقمع الشديد في محط شرواني ضرب مبالغ فيه بالبنبان واستخدام للسكسك واستخدام للرصاصة الحية والمواية العادة برشوها وجدنا إنها هي فيها زي المواد الحارقة اللي بيعمل لبعها نظافة الحمامات شبيهة بمواية النار المواية دي أي ذو اللي ترشد عليه وسببت له تسلخات في الجسم عدد الإصابات لا يحصى ولا يعد إصابات مباشرة بالبنبان في العين إصابات مباشرة بالرصاص الحي في أي موقع تتوقعوا في الجسم في أي إلى آخره الانتهاكات اتواصلت لحتى آخر الليل إضافة لقب كمية من المعتقلين لا يحصوا ولا يعدوا تم ترفيلهم الآن لسجن سوبة باتفاق مع النايب العام ووكلان نيابة لأن قرار صدر من اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم بيطرحي للشباب دي اللي سجن سوبة مع ناسا نحن عدنا للونانة نفسها بتاعة الطواري وإلى آخره حتى إن كيس ما في أمر طواري هم قاعدين يستخدموا الأوامر المحلية اللي هي بيعتبروها زي ما بقولوا مخرج اليون هي نفس تفاصيل الطواري ما عنده أي اختلاف نقلوا ما يغارب الخمسين كان داكا سجنوا من درمان والتائبات وعدد غير محصور من الشباب الآن تم ترشيل للسجن سوبة ثلاثة دفارات بالأمس القريب وخرقوا أمس بالليل من الشمالي حتى الآن تبعون دفارين يعني خمسة دفارات من أمس حتى الآن دل الدفارات النقلة في الناس من الشمالي والآن هناك اعتقالات في موحد شروني يعني نحن عندنا معلومات إنه في ناس مثلا موجودين في قسم شرطة الشجرة زي 8 سائر تم ترشيلهم مباشرة لسجن سوبة معناتها ما هو الأكسام بتشتغل كده يعني بتحول كده من الأكسام طوال يحولون هناك وأصلا ما في وقيد نيابة موجود في نيابة الشمالي موزد الأمس عشان ما يوضح لنا الحكاية دي والحكاية مقصودة لأنه نحن علمنا إنه نيابة بيقى موافقتها وبيقى مباركة عن الأمر سبعة وسبعين وديها مواد يجوز الإفراج فيها بالضمان خلال بالسلامة العامة والإزعاجة العامة يعني هي مواد الشخبة المعروفة المستفتح من إنه المواد دي فيها أوامر بالإفراج بالضمان العادي إلا إنه وكلا النيابة إن صالح ليقرار الليجة أمن الولاية اللي هي الوالي ورحلوا الشباب ذالي سجدهم والآن متواجد في القسم الشمالي ما في وجود لوكيل النيابة وكلا النيابة الوحيد المشى عمس معانا ما أفرج عنهم بالضمان ملك ساي وعندنا محاميين من ضمن المحاميين معتقل نحن بيقول له والذبكر نفس التفاصيل بين نفس المعطيات في بحري وفي أم درمان سمعي أستاذ إنت عشي من قبل تحدثت عن الانتهاكات لقيمة تناولت أهم حاجة يعني كم في انتهاك لحق الحياة الانتهاك في حق الحياة أصبح معلوم بالجملة نحن الآن نتحدث عن قرابة عشر شهداء ثلاثة من الخرطوم واحد من بحري ثلاثة من أم درمان من ضمن الشهداء المعطة تستشهد أمس كان شهيد من أولاد بري منوم في المستشفى بعدما يتعرض لتعديد شديد وضرب قد لأنه يفقد الوظائف الأساسية بالنسبة للكلة واستشهد من أمس آخر اليوم يعني واحد من أولاد الجريف وبركهم شفتوه على زكريا كافة جنف ويتضرب أمام الكافة بالرصاص الحي من عساكر الشرطة المتواجدين في المنطقة بتحت الرياض والشهيد التعني هو من أبناء الدم ثم ضربوا ضربة مباشرة في الصدر أودت بحياته كل الإصابات اللي حصلت أمس بالنسبة للشهداء رصاص حي وضربات مباشرة إما في الرأس إما في الصدر إما في منطقة الحر والآن لا نسخ في النيابة ولا في إفاداتها ولا في بياناتها ولا نسخ في كل المنظومة العدلية الموجودة الآن في السودان يقع على شفرهاوية لا وجود أبداً للقانون في الأساس فلا تهمنا حقيقي ولا من قريب ولا من بعيد بياناتهم التي يصدرونها إفكاً وكذباً ومختاراً ومن ولاية شمال كردفان التقينا بالأستاذ المحامي عثمان حسن وتناول وشرح ماذا تم في الأبيض في مدينة الأبيض طلعت عدة مواكب والتغط في نقاط محددة وبعدها يستغلوا في ميدان الحرية موكب المحامين موكب الخدمة المدنية موكب المعلمين موكب المحدثين مواكب لجان المغاومة مواكب أحزاب سياسية عدة مواكب خرجت للتعبير عن راية لرفض الانجلاب وإثقاطه تحركت المواكب بسلمية فابعين شعاراتهم وهتافاتهم ما في أي جهة من الغوات نظامية أو شرطة تم احترضتهم على الإطلاق عبروا عن رايةهم بكل حرية ومصرفون حتى صباح هذا اليوم ما تلقينا أي بلق بأنه في استدعاء أو احتقال أو بلق ما في صابة يعني حتى استخدام حتى استخدام الغاز المسيل للدموع ما وردتنا أي حال أنه تم استخدام غاز المسيل للدموع أو محاولة تفريق أي ممكن من المواكب نبأكد لنا تماما إن المواكب دي مواكب سلمية بتعبر عن مطالب مشروعة وإذا الشرطة عملت معها بنفس التعامل التم في الوبيب كان كل النازل عبروا عن آراءهم بدون أي خسارات لا في الأرواح ولا في الممتلكات تابعنا أن نحن في المدن الثانية ولاحظنا العنف المفرط في مسألة استخدام العنف في تفريق المظاهرات واحتراض المواكب السلمية واستخدام الرصاص الحي فدي كلها وسائل مرفوضة تماما من قبل الشرطة سواء كان في القرطوم القرطوم بحري ومدرمان أو في بقية مدن السودان ده اسلوب مرفوض إنك تستخدم العنف في مواجهة المواكب السلمية هذه المواكب بتعبر تعبير سلمي لا يجوز إنه تحترضها بهذا العنف وكان من واجب الشرطة إنها تحمي هذه المواكب تمشي في مساراتها تعبر عن شعاراتها وترجع في هدوء بدون إطلاق غاز نسيل للدموع أو إطلاق الرصاص الحي وأخيرا من ولاية شمال دارفور نستمع للأستاذ محمد السالم المحامي وهو يسلط الضوء على ما يرى في ولاية شمال دارفور الفاشر شكرا جزيلا للسابق حقيقة الفاشر فهنا مرقة مبارح في موكب هادر وسائر جدا جدا في 30 من يونيو 2022 ومسلم مدن السودان الأخرى التي انتفضت لإسقاط الإنجلاق كانت المسيرة هادرة وهادئة أو سنية خرجت من عدة مناطق في الفاشر ومن عدة اتجاهات ووصلت إلى ميدان الحرية وكانت الشباب والشيد والنساء والرجال والأطفال يحتفون بسنية جيدة حتى الساعة الثالثة والنص ثم قامت القوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع بزريعة أن هناك بعض الأطفال قد رشغوا الشرطة بالحيارة هذه بعلومة غير مؤكدة لدينا إلا أنها هي الزريعة التي نسمعها الآن إلا أنه العنف التي استخدمت في الشرطة كان مفرطا والشرطة لم تقف عند حد إطلاق الغاز المسيل للدموع بل أطلقت عيرة نارية وطارلت المتظاهرين حتى داخل الأحياء وطم اتغال عدد 22 من الشباب والشابات بالقصة الأوسط وطم إصابة عدد من الأشخاص حوالي فتا أشخاص إصابات متفاوتة في طلق ناري في اليد في ضرب وكسور في جسد بل أطلقت عدد من بجان المغاومة المشهورين والتي تم ضربه قرب مستشفى الفاشر التعليمي وهي بعيد من الساحة وبعد نهاية الموكب في حادثة غريبة وتم اتغالوا وضربوا أو تعذيبوا هذه الحوادث تؤشر أنه كانت هناك نية مبيتة في استخدام العنف وكل ناس الفائر شهدوا منذ الصباح الباكر أن قوات الشرطة والقوة المشتركة قد قاموا بتقواف داخل المدينة وكانوا يضربون أسلح العربات ويصبحون كأنهم يستسيرون الشعب لمنعداتهم لهذه المعركة حقيقة انتهاكات كثيرة تمت لحقوق الإنسان في يوم أمس من بين العزاء الجسيم وهو الانتهاك لحد السلامة وانتهاك الحرية في أن تم اتغال أشخاص وكلنا نعلم أنه حتى قانون الطوارئ تم رفع على المستوى القوي وأيضا تم الضرب وإطلاق الغاز المسائل للدموع والترويع المواطنين ومنعهم من مواصلة التجمع السني والتجمع السني وحقرية التعبير هي انتهاكات جملة انتهاكات لا يمكن أن نصفها بصورة متفردة في وجالها كذا إلا أن جملة انتهاكات قامت بلا جزء الأمنية نهاري أمس هي ليست بالشيء البسيط إنما أحدثت آثار كثيرة جدا جدا ما زال هناك اثنين في المستوشفى الفاشر التعليمي قبل قليل زورته أبراهيم أرديب وآخر كان يده محروق بالجنبا وأبراهيم أرديب كان مصابا ومضروبا نتيجة التعذيب الذي تعرض له والعنف المفرد من 20 من رجال الشركة هذا ما ذكره لي شخصية هذه الأحداث تؤشر على أن هناك مية مبيتة كانت لقمع المتواهرين كانت جميع يشهد بأن الموكب كان سميا وهادئا وجميلا وآنيقا بأناقة من سنة الفاشل إلا أن استخدام هذا العنف أفد على المجتمع فرحة الأمس في خروجهم المبين لإسقاط إنقلاب الخامس والعشرين من أكتمر لهذا المستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والذي حاولنا بقدر الإمكان أن نترك المجال لأصحاب القانون للحديث حول الانتهاكات التي تمت في مواكب 30 يونيو المطالبة بإسقاط الإنقلاب وإقامة الحكم المدني شكرا لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا